السلام عليكم خطوة خطوة كده. واللي ما نهدش يربي معنا. هيربي ان شاء الله. وهامشي معكم واحدة واحدة وهنقول لكم هنعمل ايه? اه انا اول حاجة حبيبي اه في اول يوم اللي هو مبارح ادت لهم دوة ادت لهم اه محلول معالجة الجفاف. انا متعودة اول يوم اديهم فيه محلول معالجة الجفاف. تاني حاجة حبيبي اه جبت لهم دوة استقبال اللي هو اللي انت شايفين دوة اي طبيب بطري هتقول لنا عايزة دوة استقبال لفراخ وعمر اليوم هيديك الدوة دا كده. هو انت بس تقول لنا عايزة دوة استقبال. وهيديك الحكتين لتنين دولة هتحط لهم منهم اه لمدة تلات ايام. بس وعلى كده. وان شاء الله يا حبيبات بقى. زي ما ربنا يا ربنا الدفعة اللي فاتت. الرب الدفعة ان شاء الله من غير اي ادوية من غير اي حاجة. وان شاء الله هتبقى كلتها بالااا بالادوات الطبيعية اللي هي في المنزل زي التوم والبصل والخل واللمون والعسل. وما تنسوش الخميرة طبعا. اه بعد عمر اسبوع ان شاء الله هنبدأ نحط الخميرة. هيكون الفراخ بدأت تاكل بقى. واللي لسه بتراب جديد يا حبيبي ومش عارفة تعمل ايه? وجايبة فراخ مثل مش عارفة تعمل ايه? هي اول يوم هتجيب الكرتونة زي ديات كده وهتفرش فيها حاجة زي دي كده. طبعا انش هنفرش بقى لهم تشارة ولا حاجة لان هما لسه صغيرين. اول يوم مش هنفرش فيه تشارة ولا حاجة. ولا تام يوقع. هي حاجة زي دي كده بتنتص الحاجات اللي تحت منهم. وصحن زي دوت كده على ما نجيب لهم العلافة. ويبتدوا بقى ياكلوا كده ويملق صالتهم. هنبدأ بقى ان شاء الله نتفرش لهم برا بقى ان شاء الله في البلاكونة زي ما احنا عملنا اللي فاتت. بس بقول لك يا حبابي اللي هي يعني جايبة فراخ ومش عارفة هي ترفضش زي. هتجيب كرتونة زي دية اول يوم وتاني يوم كده. يعني هتقعد مسلا ازبا ولا حاجة. وهما في قلب الكرتونة دية. عم يكبر شوية ويتم نفسهم شوية. آآ ولندا يعني نواسة زي دية. ما هيش آآ لندا ولا حاجة. هي نواسة صغيرة زي دية. مش لندا كبيرة عشان نصة هدومش قوي. والكرتونة يا حبابي زي ما انت شايفين كده. هتحطوهم بقى زي ما انت عايزة. مسلا لو عندي الكرتونة اوسع شوية هتسيبوهم فا لمدة ازبا ولا حاجة. كرتونة زي دية هتسيبوهم فا يومون تلاتة. آآ والدواء دوت يا حبابي. انا جايب اها لهم. اللي انت شايفينه ده. الدواء دوت هتحطي مسلا النوع دوت هتحطي مسلا منه نوع الصبح والنوع التاني بيبقى اخر النهار باللال ولا حاجة. يعني انه عند دوتة انا جايبها دوت دوت استقبال. هتحط مرة من ده الصبح. آآ نص غطى من دوت على نص رفل مية. ودوت نص معلقة برضو على او ربع معلقة على نص رفل مية. ربع معلقة على نص رفل مية. زي ما انا حطى كده حبابي. مية في السقاء زي دي كده. مسلا طبعا حطا لهم فيها ايه? حاجات كده علشان ما يغرقش نفسهم. زي ما انت شايفين كده. يعني ايه الوات المية ديت انا حطى لهم فيها دواء والدواء دوت بازن الله هحطلهم منه لمدة تلات ايام. على ما يبدو ايه? يعني يمشي معايا كده واحدة واحدة. وزي ما انت عارفين يا حبيبي ان الفرخ البوضة بالزاد ما بتحتاجش ان هي تتحبس هي بتحتاج للو نهار على طول آآ تفضل سايبة كده لانها بتواش تاكل للو نهار. ايه هاجي بيها واتسي بها كده في كفتونة زي ديت. ايه زي ما قلتلك لمدة اربع تيام. ايه للو نهار كده. بتغطى عليها. اهم حاجة حبيبي طبعا التدفية. التدفية ديت اهم حاجة. ايه طبعا زي ما انا قلتلكوا قبل كده في الفيديو اللي فات ان الفراخ الصغيرة بالزاد بتبقى عايز زرعية. ايه زي الطفل الصغير بالزبط. هتدفيها هتيجي معايا. هتاهمليها وتسقع منك وتبرد منك. ايه مش هتفلح وياكش. اهم حاجة حبيبتي ان الفرشة تكون ايه دايما ناشفة تحتها. ما تكونش مبلولة ولا تكون طريقة علشان ميبردوش منك. ايه وياخدوا منك باب. على طول دايما اهم حاجة التدفية. اهم حاجة انا بقول تاني اهم حاجة. ايه القماشة تحتهم زي ديت كده بتكون ناشفة. بتغيرها حتى في اليوم ممكن مرتين ولا حاجة. ايه واهم حاجة التدفية والرعاية. ودايما اهم حاجة مرسي باشي من الفراخ بتاعتك من غير المية. اهم حاجة المية كده اجرهم. ايه ودي يا حبيبي كانت حلقتنا النهاردة عن الفراخ عمر يوم. ويرد بيكون الفيديو عجبكم. ايه وان شاء الله ايه كمان عمر اسبوع هقول لكم انا هعمل ايه? واصور معكم فيديو تاني. ايه وده كان الفيديو بتاعنا يا حبيبي يا رب تكون عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.